طيب بالبرلمان كمان البرلمان كمان البرلمان كمان النهاردة وصل له اختار من مجلس الدولة البرلمان وصل له اختار من مجلس الدولة مجلس الدولة بيخطر البرلمان بانه احنا قسفين مش قابلين التعديلات اللي انتو عملتوها او اللي تقدم بيها احد السادة النواب في المجلس الخاصة باختيار رؤساء الهيئات القضائية كان انتوا عارفين انه الوضع الحالي في اختيار رؤساء الهيئات القضائية قائم على الاقدمية يعني يتقال لك كده رئيس محكمة ازاي تختار رئيس محكمة النقد هو اقدم مش عارف كذا رئيس محكمة المستقناف هو اقدم قاضي رئيس كذا كذا هو اقدم قاضي كذا بيحصل في اختيار اللجنة العليا للانتخابات مثلا مشرفة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يقول لك كذا اقدم قاضي في مش عارف كذا اكثر قاضي خبرة في كذا يعني دايما طول الوقت في القضاء قضاء عنصر الخبرة والاقدمية والسن هو الحاكم لان احنا حتى بنقول شيوخ القضاء معناها انه يعني تمرس سنوات وسنوات على منصة القضاء مجلس انه وابعت لهم تعديلات قال لهم ما تيجوا نغير تيجوا ناخد بالمشعر في الكفاءة بالمشعر في الكذا فمجلس الدولة رد عليهم وقال لهم احنا اسفين اللي احنا ماشيين بيه هو الصح اللي احنا ماشيين بيه ده الكلام ده على لسان مجلس الدولة في الاختار بتاع مجلس النواب النهاردة قال لهم احنا اسفين تعديلاتكم نحترمها لكن نحن نرفضها رفضا بدا قاطعا لا رجعت فيه وانه الاتجاه اللي احنا ماشيين بيه هو الاتجاه الاصح وانه احنا لا يمكن ان نتجاهل شيوخ القضاء الكبار اللي تمرسوا وخدوا خبرة وبيعلمونا من مناصب رؤساء الهيئات القضائية وان ده كمان الاتجاه اللي انا ماشيين به متوافق مع احكام الدستور واللواح والقوانين وبالتالي نرفض هذه التعديلات رفضا قاطعة